مرحبا نعطيكم العافية جميعا راح نكمل اليوم شرح مادة اللغة الانجليزية شرح model 4 والحصة السابقة بلشنا بmodel 4 شرحنا القطعة حلنا اسئلة القطعة واليوم راح نكمل مشوارنا بهي الوحدة لحتى نشرح القاعدة القاعدة بهي الوحدة جدا بسيطة وهي قاعدة the past simple وهي قاعدة الماضي البسيط في عنا 3 حالات بأي قاعدة بتحكي عن التنسز في عنا حالة الaffirmative المثبت وحالة النفي negative وحالة السؤال او الحالة الاستفهامية question راح نبلش شرح القاعدة بحالة الaffirmative وهي حالة المثبت زي ما حكت لكم بالفصل الاول الحالة المثبتة تعني خلو الجملة من الحالة المنفية يعني انت هون ما راح تستخدم كلمة مط وما راح تستخدم ادوات السؤال جملة تنتهي بنقطة خالية من النفي وخالية من السؤال هذا هو معنى الجملة المثبتة خلونا نشوف يتكون الفعل الماضي البسيط من التصريف الثاني للفعل يعني verb to وهو غالبا ينتهي بـ هلأ الافعال يدي احنا بنسميها افعال منتظمة تمام نشوف نشوف اكزامبلز الرايفل بتنتهي بـ الرايفل بتنتهي بـ et وكمان بلاي بتنتهي بـ ed هلأ راح ناخد المؤشرات او الدلالات الماضي البسيط في الجملة وهي تكون موجودة في الجملة خليكم معي حتى نشوفها سواه اول مؤشر عندنا هو ago يلي معناها مضى او قبل last معناها الماضي لما احكي مثلا last day اليوم الماضي last night الليلة الماضية yesterday امس او البرحة وممكن كمان تواريخ لسنوات في الماضي like 2010 2020 وكمان 2022 اللي هي 2022 لان احنا هلأ بلشنا بسنة جديدة وهي سنة 2023 راح نروح الان على حالة ان في وهي negative عندنا في الماضي البسيط نستخدم didn't وهي اختصار لي did not يعني انت ممكن تشوفها بالسؤال مكتوبة did not او ممكن تشوفها didn't اتنين صحيحين خلينا نشوف اكسامل I didn't arrive in a man last night انا لم اصل الى عمان في الليلة الماضية خلينا نشوف مزيد من الحالات او الامثلة عندنا هون عند النفي باستعمال didn't نرجع الفعل الذي يقع بعده الى التصريف الاول مثل visit arrive play يجب ان نحذف ايدي من الفعل يعني انت هون ما رح تستخدم التصريف الثاني من الفعل في حالة انا فيه وانا ما رح تستخدم التصريف الاول من الفعل اذا بتتذكروا بقاعدة المضارع البسيط بالفصل الاول كنا بس نيجي بدنا ننفي او بدنا نسأل نرجع الفعل الى الحالة الاولى او التصريف الاول بمعنى ان احنا ما كنا نضيف للفعل اس او اس نفس الشي هون بقاعدة الماضي البسيط او باس تيمبل انا هون بالسؤال وبنفي كمان ما رح استخدم التصريف الثاني من الفعل وانما رح استخدم التصريف الاول رح ننتقل الان الى الحالة الاخيرة وهي حالة السؤال او الحالة الاستفهامية يجب ان نستخدم did في بداية السؤال اذا تتذكروا احنا اتفقنا انه بداية الجملة الكلمة تبدأ بحرف كبير لان انت هون بتحكي عن اول كلمة في الجملة فانت كتبلشها بحرف كبير عشان هيك احنا كتبنا اول حرف من did بصيغة الكابتل شوفوا did خلينا نشوف مثال did huda visit her mother yesterday هل زارت هدى والدتها في الليلة الماضية او عفوا البارحة لحظوا هون did بلشناها بحرف كبير طبعا مش لما ان انت بتبلشها بحرف كبير ولكن اذا كانت did موجودة في بداية الجملة وما في قبلها شي ولا حتى نقطة بنبلشها بحرف كبير حتى هون visit ظلت مثل ما هي ما ضفنا لها ed بقيت في التصريف الاول عنا هون مثال اخر did your sister play computer games two weeks ago هل لعبت اختك العاب الحاسوب في الاسبوعين الماضيين لاحظوا هون did بلشنا السؤال ب did your sister play الفعل play ظلت مثل ما هو ما ضفنا ايدي بقيت في التصريف الاول في عنا ها كمان دليل الماضي اقول الجملة الماضية كان في عنا دليل الماضي يستردي خلينا نشوف هون ملاحظة عند استعمال الفعل did في السؤال يجب ان نرجع الفعل المضاف له ed الى التصريف الاول اي نحذف ايدي من الفعل خلينا نشوف example i played computer games two weeks ago انا لعبت العاب الحاسوب في الاسبوعين الماضيين لاحظوا هون انا هون بحكي عن جملة مثبتة ما فيها نفي ما فيها سؤال ما استخدمت not وما استخدمت كمان علامة الاستفهم اللي هي question mark انا هون بحكي جملة عادية عن هذا صار مبارح اني انا والله مبارح او خلينا نحكي بالاسبوعين الماضيين انا لعبت هون العاب الحاسوب هون انا استخدمت التصريف الثاني من الفعل وهو play ضفنا للفعل ed طيب خلينا نشوف شو رح يصير بالفعل لما ننتقل من الحالة المثبتة الى الحالة المنفية والى حالة السؤال هون بحالة السؤال صار did you play computer games two weeks ago two weeks ago هل لعبت العاب الحاسوب في الاسبوعين الماضيين لاحظوا هون play شلنا منها ال ed صارت play رجعناها للتصريف الاول تم حذف ed من الفعل خلصنا هيك شرح القاعدة رح ننتقل الان الى student book حتى نحل التمرين وكمان اليوم مشوارنا رح يكمل حتى يوصل activity book ونحل كمان التمرين اللي بتحكي عن المفردات في بداية الوحدة واكمل التمرين على القاعدة خليكم معي انتقلنا الان الى student book page 45 grammar about simple affirmative exercise number one كتاب الطالب صفحة 45 القواعد الماضي البسيط الحالة المثبتة exercise number one اللي بيحكي لنا find the six verbs in the past then fill in the table اعمل مع زميلك جد ستة افعال في الماضي من القطعة صفحة 44 ثم اكمل الجدول كما هو في الاتين هلا احنا في عنا هون جدول فيه هون verb in the past simple الماضي او الفعل في الماضي البسيط لاحظوا انه هون هو هون voted صوته هو فعل ماضي مضاف له ed وبدو اياه كمان infinitive form and the verb الحالة المثبتة للفعل يعني احنا لازم نشيل منه ed فصارت to vote يعني يصوت بمعنى اخر رجعنا الفعل من الماضي الى المضارع لانه اول زمن عنا present بعدين past بعدين past participle المضارع بعدين الماضي بعدين الماضي التام احنا هون رجعنا الفعل الى الحالة المثبتة خليكم معي حتى نشوف الحل كما يليه صراحة انا حطيت الحل على ورقة خارجية لانه الجدول تبع الكتاب ما رح يكفي فاذا انتم عندكم دفتر للمعدة لازم انتم قلوا الجدول عليه لانه ما رح يكفي فينا هون verb in past simple الفعل في الحالة او في الماضي البسيط و infinitive form of the verb الحالة المثبتة للفعل خلينا نشوف الفعل voted to vote معناها يصوت طبعا المعاني مش مطلوب انه انت تحطها لكن انا ارتقيت اني انا احط انا احطلكم اياها حتى تحفظوا معناها بالعربي كمان وتكونوا فاهمين شو بتحكوا فينا هون كونستراكتد تكونستراكت معناها ينشئ لاحظوا هون احنا شلنا الإيدي وحطينا قابليها two verb three disappeared اختفى تدستبير يختفي عنا verb four two three two three two three اختف الاخير منها فعلا هون مجموعة من الكلمات بتنتهي او خلينا نحكي هي مجموعة من الافعال الماضية تنتهي ب d طالب منا نستمع لتسجيل ممكن المعلم يقرأوا من دليل المعلم او تسمعوا عن طريق المسجل او الراديو هذا مش موضوعنا موضوعنا هو انه احنا بدنا نشوف كل نهاية من نهاية كل فعل هون كيف بنلفظه هل بنلفظه d ولا بنلفظه t ولا بنلفظه id متل ما اخدنا قواعد للنطق الفصل الاول لقاعدة المضارع البسيط كمان هون راح ناخد قواعد للنطق طبعا هم كتير بسطين اذا انت حابب ان انت تكون مثلا ممتاز بقراءة الانجليزي وتستفيد منهم ان انت لازم تحفظهم وكمان لازم تكتبوهم عندكم على الدفتر لان احيانا ممكن يجيب لك اياهم المعلم بالامتحان من دون شريط تسمعوا بس هذا ما بيعني ان انت لازم تحفظ الجواب يعني انت هون بدك تكون فاهم شو بتعمل كيف بتحل مسائل الرياضيات هون نفس الشي كتير بسيط القواعد خليكم معي حتى نشوفها سوا ونحل كمان التمرين بعد هيك بعنا هون تمرين اتنين كتاب الطالب صفحة 45 listen exercise number 2 تلفظ الافعال المنتظمة اللي معناها بالانجليزي regular verbs D بشرط ان تنتهي بالاحرف الجاهورية مثل B G V I M N TH S The D Z C H او اذا انتهت بحروف العلة vowels احرف العلة وهي A O I E U اذا توفر احد هدور الشرطين بالكلمة فانا بلفظها D وتكون regular verbs افعال منتظمة افعال منتظمة لانها بتنتهي ب E D و افعال منتظمة كمان لان انا بقرأها D حسب توافر احد الشرطين هنا بالنسبة للقاعدة الثانية تلفظ الافعال المنتظمة كمان regular verbs T بشرط ان تنتهي الكلمة او الفعل باي حرف من الاحرف الصامتة وهي P K S Z S H تلفظ الافعال المنتظمة I D بشرط ان تنتهي بالحرفين T او D تمام هدول القواعد اللي هون لازم تكتبوهم عندكم على الدفتر ما في مفر من هالشي بعرف انه بخربطوا الاحرف فيهم كتير كبيرة بس اذا حفظتهم بتركيز وكنت فاهم شو بتحفظ راح تظبط وراح تكون فاهم شو بتسمع تمام خليكم معي حتى نشوف امثلة على كل واحد منهم ونحل السؤال يلي موجود في الكتاب عنا هون افعال تنتهي بصوت D blade climbed كيت تمام هلا بكل فعل من هدول الثلاث افعال طبقت عليهم القاعدة الاولى وهي ان تنتهي بالاحرف الجهورية او انها انتهت بحرف فعله هلا بالنسبة ل الافعال اللي هون سمحة كتيركم طبقت عليها احدى القاعدتين بالنسبة لافعال تنتهي بصوت T اسك ووشت ووشت هي انتهت بصوت T لانها انتهت باحد حروف هي نحكي الاحرف الصامتة اللي هي ال P او ال K او ال S او ال Z او ال S H بالنسبة لافعال تمتهي بصوت ID فهي needed wanted decided طبقت عليها القاعدة الاخيرة وهي انها انتهت باحد الحرفين T او D لاحظوا الفعل needed انا هون ما بحكي عن ال E D هاي النهاية مش اصلية هي اضافة على الكلمة الفعل الاصلي هو need فقط need انتهت بD want انتهت بT decided انتهت بD ما تطلعوا على ال E D ال E D هي نهاية مضافة نهاية غير اصلية جزء غير اصلي من الكلمة وهلأ راح نشوف حل التمرين الحل كان كما يلي The solution بالنسبة للكلمات اللي تتنطق بحرف D كانت اسكتشفة used استخدمة lived عاشة disappeared اختفى received كمان حصلة بالنسبة للأفعال يلي انتهت بحرف عفوا قرئت او لفضت بحرف D worked liked بالنسبة للأفعال التي لفضت بحرف ID فهي interested اهتمة voted صوتها هيك خلصنا حل اكسرسايز number 2 راح ننتقل الان الى exercise number 3 exercise number 3 بيحكي لنا listen again and repeat استمع مرة اخرى واقعد طبعا احنا ما راح نسمع خلصنا الحل لذلك راح ننتقل الى exercise number 4 exercise number 4 بيحكي لنا in pairs find the two forms of verb to be في او مع زميلك جد شكلين لأفعال الرب to be هون احنا صار في عنا قاعدة جديدة بدنا نروح نشرحها وبعدين نيجي ونكمل الحل هون خليكم معي عنا هون exercise 3 بيحكي 45 student book التمرين الثالث صفحة 45 كتاب الطالب شرح افعال to be هناك مجموعة من الافعال تسمى افعال to be وهي في الزمن المضارع present مضارع بالانجليزي معناها present افعال البي بالمضارع هي is وهي تستخدم للمفرد am وهي تستخدم للضمير انا يعني i are للجمع هاي هي افعال البي او there to be بي الماضي بالمضارع بي الحالة المضارعة in the present اما بالنسبة لحالة الماضي فهي was معناها كانة وهي للمفرد تأتي مع الفاعل المفرد او احد الضمائر الاتية wasp تيجي بالماضي مع he يلي معناها هو ومع she يلي معناها هي ومع it يلي هي تستخدم للجمادات ومع i يلي تستخدم او يلي معناها انا انتبهوا i و it to she وهي تستخدم مع wasp في الماضي بينما الفاعل الجمع يستخدم مع where خلينا نشوفه سوا where يلي معناها كانوا الجمع نستعملها مع الفاعل الجمع او احد الضمائر التالية they يلي معناها هم we يلي معناها نحن we يلي معناها and خلينا نشوف examples he was yesterday هو كان مريضا البارحة لاحظوا he في عنا هون هي مفرد معناها هو yesterday دليل على الماضي لذلك استخدمت مع he was لو ان yesterday مش موجودة كان انا ممكن استخدم he is l تمام لان هون عندي دليل ماضي استخدمنا و حتى انا ادل على الماضي لاني انا هون ما ضفت ايدي للفعل لانه اساسا انا ما عندي فعل انا هون بحكي عن ظرف او حالة معينة عنا هون they were last night هم كانوا مرضى الليلة الماضية لاحظوا they معناها هم وهي جمع في عندي هون دليل على الماضي وهو last night لذلك استخدمنا معها where في عنا another example i was at home yesterday لقد كنت في المنزل البارحة my friends were late yesterday تأخر اصدقائي البارحة خلينا نشوف انثلة اخرى ودلائل على simple past او past simple اخر مثال you were absent last week لقد كنت غائبا الاسبوع الماضي دلائل على past simple الماضي البسيط متل ما حكينا باول الحصة لما اشرحنا القاعدة هنا هون last night الليلة الماضية لاحظوا كلمة last معناها ماضي فاي اشي بيجي قبلي last فهو خلص ماضي يعني مش شرط دايما تيجي last night او last week او last day بتيجي واحدة منهم يعني مش شرط خلص last night لحال دليل على الماضي لا لان انت ممكن تحكي تستخدم night بتعبير اخر لذلك last فقط معناها الماضي يعني انت هون توصف التعبير الزمني ايش هو الماضي هل الاسبوع الماضي last week او الاسبوع او عفوا او الليلة الماضية last night او اليوم الماضي last day او الشهر الماضي last month او السنة الماضية last year ترى انا استخدمت last مع اكتر من تعبير زمني استخدمتها مع الاسبوع استخدمتها مع الشهر مع اليوم ومع الليلة في عنا هون yesterday الي معناها البارحة وفي عنا ارقام لسنوات سابقة مثل in 1999 in 2020 in 2021 استخدمناها مع 1999 2020 2021 وكمان رح نستخدمها مع 2022 لانها صارت من الناضي واحنا حاليا ب 2023 انا هيك شرحت قاعدة هي يمكن مش قاعدة لكن حلو ان انت تكون بهذا العمر عارف شو يعني وعارف ايش بتكون حالاتها بالماضي وحالاتها بالمضارع واستخداماتها مع كل فعل لذلك رح ننتقل الان الى كتاب الطالب وحبنا نحل التمرين يلي خلنا نشرح هاي القاعدة رح ارد ارجع اقرأ exercise number 4 طبعا احنا ب student book page 45 كتاب الطالب صفحة 45 exercise number 4 طبعا exercise number 4 بحكي لنا in various find the two forms of verb to be مع زميلك جد شكلين لأفعال to be خلينا نقرأ النص ونشوف الأشكال الموجودة فيه the hanging gardens of papillon were one of the seven wonders of the ancient world was betra one of them too? no it became a wonder of the modern world in 2007 بحكي لي كانت حدائق بابل المعلقة من العجائب السبع في العالم القديم هل كانت البتراء منها ايضا؟ لا اصبحت من عجائب العالم الحديث في سنة 2007 طبعا هون بالنص بحكينا انه كان فيه عجائب عالم قديم وعجائب عالم جديد بالنسبة لأشكال الفيرتو بي فهي محطوطة تحتها خط زهري فيه عندنا where يلي معناها كانوا و was يلي معناها كان لاحظوا احنا عندنا هون gardens وهي حدائق عشان هيك استخدمنا معها where بغض النظر هي شو؟ يعني انت عندك هون جمع the hanging gardens of Babylon حدائق بابل المعلقة انت هون كمان بتحكي عن بتراء بتراء واحدة كل الارضية عنا بتراء واحدة عشان هيك استخدمنا معها was بعرف ان اليوم طولت عليكم شرحنا القاعدة وكمان حلنا التامريين مع اني وعادتكم انه نحل اسئلة الاكتيفتي بوك ولكن لان الحصة هيك صارت طويلة جدا راح نحل اسئلة الاكتيفتي بوك بحصة لحال الله يعطيكم الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة